مازال هناك وقت على الأقل لمعرفة الاتجاه العام للأحزاب في تقدير أن الرئيس قيس سعيد لم يشاء أن يكرر نفس الخطأ لأن اليسفخ فاخ لم يكن تكنقراطا ولم يأتي من الإدارة كما هو السيد المشيشي الآن كان مرشحا لبعض الأحزاب ليس لأكبر الأحزاب ولكن لبعض الأحزاب وبالتالي اختره الرئيس غامر به فعلا ورأينا النتيجة التي آلت إليها حكومة سيد الفخفاخ الآن سيد المشيشي شخص من الإدارة صحيح كان عنده انتماء حزبي بدأ مع حزب نداء تونس في البداية ثم ذهب إلى حزب البديل المتاع مهدي جمعة ثم بعد ذلك ابتعد عاد مرة أخرى كمستشار قانوني وهذا تخصصه الوضع في تونس الآن بعد هذا العراك الذي شهدناه مباشرة بعد الانتهام من أزمة كورونا ربما دفع الرئيس إلى تغيير الوجهة واختيار شخصية غير متحزبة خاصة وأن الرئيس قيس سعيد وهذا قاله منذ البداية وفي أكثر من مرة لا يؤمن بالأحزاب ولا يعتبر أن الزمن زمن الأحزاب وأن الأحزاب تجاوزها الزمن وأن هناك نظما سياسية جديدة قد تدخل وهذا نوع من أنواع تطبيق هذه النظرية أنه يختار من خارج الأحزاب لا ندري الآن هل هذا الاختيار سيساهم في تهديئة الأجواء يعني لن نشهد صراعا بين الأحزاب لن نشهد محاصصة على الوزرات لن نشهد خصومة على من يأخذ هذه الحقيبة الوزرية ومن لا يأخذ السيد هشام حسب المعطيات الموجودة الآن أنه يريد أن يشكل حكومة مصغرة لا تتزاوز ربما عشرين عنصرا عشرين وزيرا المتوقف الآن موقف البرلمان والأحزاب والكتل اللي في نهاية الأمر البرلمان هو السيد في نهاية الأمر في المشهد السياسي هو الذي يقبل أم لا يقبل إذا كان السيد المشيشي سلك طريقا للمشاورات يعني التشاورة مع الجميع مع جميع الأحزاب من حيث البرنامج لأن حكومة السيد المشيشي تمر أو لا تمر ليست متوقفة على من يشارك فيها بقدر ما هي متوقفة على البرنامج الذي ستقدمه لإنقاذ تونس اقتصاديا واجتماعيا في الوضع فضلا المترد والذي فشلت الأحزاب إلى حد الآن بصراحة في الاتفاق على برنامج واحد ينقذ البلاد إذا تمكن السيد المشيشي حقيقة من إدارة حوار في هذا الشهر الذي بين يديه والاتصال بالجميع ومحاولة تأخذ مقترحات الأحزاب وترجمتها إلى برنامج لحكومتي دون أن يكون لهذه الأحزاب مشاركة قوية أو معتبرة أنا في تقديري هذا هو المسار السليم للسيد المشيشي يأخذ برنامج الأحزاب يحاول أن يؤلف بين هذا وذاك بالنظر للواقع وبالنظر طبعا للمستشارين الآخرين ثم ينطلق في حكومة قد يكون أغلبها أو كلها من التكنقرات تمر من هذه السنوات المتبقية ثلاث أربع سنوات إلى غاية المرحلة القادمة فإذا كان هذا المسلك للسيد المشيشي ذهب فيه فيمكن القول أن هذه الحكومة ستكون حكومة إنجاز حقيقي وستكون حكومة كذلك تنال ثقة ولكن تعالى مستدس اشتركوا في القناة